أن يحكم الإنسان الكتاب والسنة في كل ما يرد عليه من القضايا سواء كانت في أمور العقائد أو في أمور الأعمال والسلوكيات أو كان في الأمور القلبية كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن هنا فعل الإنسان أن يعود إلى هذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ثم قال يعيظكم به فالكتاب هو القرآن المجيد والحكمة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم